بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قرة عيوننا وربع قلوبنا حبيبنا محمد عبده ورسوله أيها الأحباب الكرام تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عتقاء الشهر رمضان من النيران أيها الأخوة الأفاضل ضيفنا في هذه الأمسية المباركة من الدروس العلمية والتي تقام برعاية الأمين العام لهية علماء المسلمين الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري الموسم الثالث الضيف ليس بغريب عننا أيها الأحباب الكرام فهو عاش ربع قرن من حياته في بغداد تجول في مساجدها وأزقتها داعية إلى الله على بصيرة شرب من ماء الدجلة والفرات بل وتزوج منها ضيفنا أيها الأحباب الكرام هو الشيخ الدكتور الداعي الإسلامي جمال الباشا فليتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب ثم أما بعد أحييكم إخواني جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما ثم أثني بالشكر والثناء على القائمين على هذا المشروع الطيب المبارك من حضر لهذه الأمسية قسم الدعوة في هذه الهيئة المباركة والقائمين عليها إلى آخر شخص عامل من الكوادر الطيبة المباركة نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا إخواني الكرام صلى الله أن يرضى عنا وعنكم نحن نستقبل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وهذه العشر فيها يقينا ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ووالله لو أن هذه الليلة أخفيت في السنة كلها لكان حقا على العقلاء وأصحاب الهمم أن يتحروا هذه الليلة في السنة كلها كيف وقد أخفاه الله عز وجل في شهر فهي محصورة في شهر واحد ألا يحق للعاقل هنا أن يجتهد في هذا الشهر كله كيف وقد حصرت في العشر الأواخر فقط من شهر رمضان إنها أيام مباركة وهذه الليلة ينتظرها الصالحون الصادقون انتظارا بلهفة لأنهم يرون فضلها ويتطلعون إلى ما ترتب عليها من الأجل والثباب فهي خير من ألف شهر وإذا كنا نستقبل هذه العشر المباركة قد يكون من المناسب أن يكون حديثنا في الرقائق ممكن أن تكون المحاضرة علمية منهجية فكرية سياسية سياسة شرعية أقصد ولكن في مثل هذا المقام في هذه الليالي المباركة أشعر أننا بحاجة إلى شيء من التحليق لا سيما نحن نعيش في زمان كثر فيه الصخب كثر فيه اللغط كثرت فيه الأحداث والمصائب والفتن والانتكاسات والردة والإلحاد كم يحتاج الإنسان إلى الرقائق ليبقى على صلة بربه سبحانه وتعالى ويبقى على صلة بدينه وهذا من عوامل الثبات يا إخوة من عوامل الثبات أن يتعهد الإنسان قلبه بالإيمانيات والرقائق هذا الجزء لا يتجزأ من حياة المؤمن وبداية أنقل إليكم سلاما مع وصية هذا السلام يقرئكم إياه أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينقل لنا هذا السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح يقول لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام أنا وأنت والجميع نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هناك سلام يرسله إبراهيم للأمة من عالم البرزخ من الآخرة إلى الدنيا يعني أتيح لإبراهيم عليه السلام فرصة اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لوقت محدود يمكنه أن ينقل فيه وصية أو كلمة إلى الأمة المحمدية في هذه الدنيا ماذا قال خلاصة لابد أن يكون الكلام مختصرا وفيه خلاصة فهو يقرئنا السلام ثم يقول يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة أن الجنة طيبة تربتها عذب ماءها وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر انتهت الرسالة سلام مع وصية ما الذي نقله في هذه الوصية للأمة تذكروا الجنة الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين ما الذي يعين الإنسان على الطاعة يا إخوة ما الذي يجعله يكابد مخالفة الهوى ومجاهدة الهوى ومجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة أهل الشر ما الذي يعينه في هذه الدنيا على الثبات أن يفكر بالأجر والثواب في الآخرة ولذلك الله عز وجل رغبنا بالجنة وذكر الجنة لا تكاد تجد صفحة في كتاب الله إلا وتتحدث عن الجنة بطريقة أو بأخرى تمنيت الناس بالأجر والجزاء والثواب في الآخرة أهل الإيمان يعيشون في الدنيا وعينهم على الآخرة الإيمان بالجنة ليس إيمانا نظريا الجنة ليست دار موجودة في الخيال أو في الأحلام الجنة دار موجودة الآن أعدت الله عز وجل يقول أعدت للمتقين هي موجودة الآن صال الكلام عن الجنة يعني من باب تحصيل حاصل أنا أقول هذه ليست محاضرة إخواني الكرام هذه مذاكرة نصف ساعة أنا أقول من باب المذاكرة والمذاكرة الواجبة لأن قلوبنا قد قست والله من أعظم ما يلين القلب هو أن يفكر الإنسان بالآخرة وهذه الدنيا كلها كلمح البصر طيف سرعان ما يمر فيوم تقوم الساعة يوم تقوم الساعة يقسم المجربون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة ويوم نحشرهم جميعا كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ولما ذكر أهل الكفر أهل الفجور وأهل الدنيا الله عز وجل قال ليش فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم أهل الدنيا يستأنسون بالدنيا وذكرها ويستطيلون في الحديث عنها ولكن الآخرة هي ذكر الدار التي اختص الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام الذي نقلت إليكم وصيته قبل قليل لأن الله عز وجل ذكره في سورة صاد قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وللأيدي والأبصار وللأيدي والأبصار الأيدي فيها إشارة إلى الجهد الجهد في العمل فهم أصحاب قوة عملية والأبصار قوة البصيرة القوة العلمية فقد جمعوا بين العلم والعمل إنا أخلصناهم بإيش يا أخوة إنا أخلصناهم بخالصة ما هي ذكر الدار ذكر الدار الآخرة ذكر الدار الآخرة كان يملأ قلوبهم وهذه خالصة لهم إنا أخلصناهم بخالصة فمن كان على ملة إبراهيم ونحن وإياكم منهم إن شاء الله ينبغي أن نتعاهد ذكر الدار الآخرة وأن تكون الآخرة نصب عيننا نحن صحيح نقرأ القرآن يوميا نقرأ القرآن ويمر علينا ذكر الجنة ولكن لو صدقنا مع أنفسنا قليلا من منا يحلق بالفعل حينما يعني يمر بذكر الجنة من يستشعر أنه قد دخل الجنة الآن بالفعل من باب الحسن الظن بالله عز وجل ليس حسن الظن بالنفس من باب حسن الظن بالله عز وجل يرجو لقاء ربه ويرجو جنته هل يتخيل الجنة وكأن ما يعيش في هذه الجنة أغلبنا يمر على ذكر الجنة مرور الكرام ولذلك نحن بحاجة إلى شيء من التذكير أخواني الكرام النبي صلى الله عليه وسلم ما وعد أحدا من الذين أسلموا بشيء من المناصب أو شيء من الثواب العاجل في الدنيا أو شيء من المال وإنما وعدهم بشيء واحد ماذا لنا عندك إذا أسلمنا ما عنده شيء لكم عند الله الجنة فقط الوعد بالجنة بالدار الآخرة نعم دار المتقين وعدة للمتقين إخواني وأحبابي إذن هي رحلة نحلق فيها قليلا من باب المذاكرة لو أردنا أن نذكر كل شيء عن الجنة وما عد الله عز وجل لأهلها سنحتاج إلى سفر كبير ولكن هيك ومضات هكذا ومضات سريعة ولطيفة من باب التشويق ونحن نستقبل هذه العشر الأواخر أسأل الله عز وجل أن يرينا أنفسنا فيها الجنة شيء عظيم أعد الله عز وجل غراسها وبناءها ومساكنها وأنهارها أخفاها عن عباده فجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد هناك أربع بشريات عند دخول الجنة سوف يسمعها أهل الجنة إذا دخلوها بعدما انفضوا من أرض المحشر وقد رأوا من الكرب والأهوال ما رأوا وسيقوا إلى الجنة زمرة يتقدمهم النبيون والصديقون والشهداء وعلى رأس هؤلاء جميعا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي سوف يأخذ بحلق باب الجنة وهو الذي سيفتح له وخازن الجنة لم يؤذن له أن يفتح لأحد قبله صلى الله عليه وسلم لك أن تتخيل هذا المشهد وأهل الجنة الذين لقوا ما لقوا في الدنيا من عناء ولقوا ما لقوا من معادات عدائهم وبطشهم وإيذائهم صبروا على طاعة ربهم صبروا على البلاء صبروا على مجاهدة أنفسهم هذا اليوم يوم المكافأة فيساقون ويحشرون وفدا يساقون إلى الرحمن وفدا انظر إلى اللفظ هنا الوفد فيه إشارة إلى الحفاوة إلى الكرامة إلى العزة الملائكة تحفهم وهم يمسكون بأيدي بعضهم بعضا وهم يتوجهون إلى الجنة وأبواب الجنة ثمانية ما بين مصراعي كل باب يقول عليه الصلاة والسلام كما بين مكة وبصرة ولا يأتين عليه زمان أو لا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام فهم يساقون إلى الجنة أيديهم بأيدي بعض والوجوه باسمة وريح الجنة يوجد من مسيرة مئة عام هي نور يتلألأ وريحانة تهتز كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخلوا الجنة واستقبلتهم الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار هذا يوم المكافأة وإن أهل الجنة ليعرفون منازلهم ويهتدون إليها أهدا من أحدهم إلى منزله كان في الدنيا يعرفه الآن إذا فضل مجلس كل منها يذهب إلى منزله يحتاج إلى من يرشده إلى منزله لا يحتاج كل يعرف منزله منازل أهل الجنة سوف يهدون إليها وقد عرفت لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الآن من الذي يراود أهل الجنة من شعور وهم في هذا النعيم المقيم سوف يخشون على أنفسهم من أن يزول عنهم هذا النعيم يخشون على أنفسهم من الهرم يخشون على أنفسهم من الموت يخشون على أنفسهم من الضعن والارتحال وترك المنزل فينادي مناد يا أهل الجنة شوف أربع بشريات تطمئنهم وتزيل عنهم تلك المخاوف يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا الله أكبر خلونا نتأمل هيك شوي معا تصحوا فلا تسقموا أبدا السقم والمرض كام ينغص على الإنسان في حياته لا مرض صحة بلا سقم يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا الله أكبر يعني كم تريليون سنة لا تريليون تريليون إلى ما لا نهاية كم مساكين نحن حينما يعني الدنيا تأكل منا وتشرب وتستغرق كياننا ووجداننا وأفكارنا وتفكيرنا وهي لا تسوي شيئا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقارن الدنيا في الآخرة يقول ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع تقف على محيط وتدخل أصبعك في المحيط بماذا يرجع هذا قدر الدنيا بالنسبة للآخرة يقول عليه الصلاة والسلام لموضعوا سوط أحدكم والسوط هو العصر القصيرة موضعوا سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها الدنيا هذه الدنيا بما فيها الآن القصور والعمران والمناظر الجميلة والأماكن البديعة في كل العالم موضعوا سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها سبحان الله يقول عن تاج الوقار الذي يتوج به الولد والدي حفظ القرآن قال الياقوتة فيه خير من الدنيا وما عليها يذكر الحر العين يقول ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها إيش هذا الدنيا لا تسوي شيئا لأن الحياة في الجنة أبدية لو لم يكن في الجنة إلا النعيم المقيم الحياة الأبدية السرمدية لكفا فهي لا تنقطع خلود فلا موت إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا خايف أن تكبر سنك يحدود بظهرك تسقط حاجباك على عينيك تضعف قواك أبشر فأنت ابن ثلاث وثلاثين كما ورد في رواية أخرى على صورة آدم ستون ذراعا في السماء على صورة يوسف عليه السلام بحسن يوسف وبسن ثلاث وثلاثين طب إلى متى؟ الكل سن ثلاث وثلاثين يعني تلقى والدك الذي مات في السبعين وفي الثمانين سيكون معك في سن واحد وجدك وحفيدك وولدك وحفيد وحفيدك الكل في سن واحدة دعونا نتأمل ونحلق مع هذا الحديث طيب إذن شباب بلا هرم وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا نعيم مقيم لذات متواصلة طعامهم وشرابهم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا لذة كملت لذي الإيمان إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكه مساكنهم يقول عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ والجنابذ هي القباب فهيك في منظر يعني في الجنة اللي هو قباب من لؤلؤ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صيح مسلم إن في الجنة لخيمة لؤلؤة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا يعني نتكلم عن أبراج الآن أعلى برج كم ارتفاعه ثمانمائة وخمسين في وصل ألف ألف قدم ستون ميلا هذا لكل شخص في الجنة الحديث في صيح مسلم وهذا القصر هذا البرج هو لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا أدنى أهل الجنة له زوجتان من الحور العين أدنى أهل الجنة له زوجتان من الحور العين يرى مخسوقهما من وراء اللحم يا خاطب الحور الحسان وراجيا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان ولقد وصفت طريقة مسكنها فإن رمت الوصالة فلا تكن بلواني أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني فأعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوفة وهي ذات أماني واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان نونية بن القيم طبعا يعني أبدع في وصف الجنة وما عد الله عز وجل لأهلها إن في الجنة مئة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله يعني الجنة أرضها السماوات والأرض السماوات والأرض أرضها كبير جدا أين نسكن نحن على الأرض الأرض كم حجمها واحد على مليون وثلاثمئة ألف بالنسبة للشمس الشمس أين في المجموعة الشمسية؟ نقطة المجموعة الشمسية أين في المجرة؟ نقطة مجرة درب التبانة عداد المجرات بالمليارات كله في السماء الدنيا وما بين سماء وسماء خمسمائة عام إلى السماء السابعة كل هذا عرض السماوات والأرض هذه الجنة عرض السماوات والأرض أما طولا فلا يعلم طولها أي ارتفاعها إلا الله عز وجل مئة درجة كما بين السماوات والأرض هذه المجاهدين في سبيله كلامة عظيمة لا نتحدث عن دار في الأحلام يا إخوة أنا لماذا أتكلم الآن؟ أريد أن أحفز الذهن أريد أن يعني أستفز الذهن أكثر وأستفز القلوب للتحليق لأن نعيش قليلا يعني من ذكرى الدار من ذكرى الدار النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر يقول عليه صلاة والسلام للناس قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والحديث في صحيح مسلم وكأن الجنة أمامهم لم يكن يتحدث عن الجنة باعتبارها شيء بعيد بعيد جدا لا كأن الجنة أمامكم قوموا للصحابة إلى جنة عرضها السماوات والأرض فعمير بن الحمام رضي الله عنه يقول الحديث يعني رواية مشهورة لكن باب التذكير قال بخن بخ قال ما يحملك على أن تقول بخن بخ قال رجاء أن أكون من أهلي هذه كلمة قال للتعظيم يعني والله شيء عظيم الجنة أمامنا ليس بيني أو بين أن يقتلني بين الجنة إلى أن يقتلني هؤلاء بخن بخ قال رجاء أن أكون من أهليها قال إنك من أهليها فأخرج تمرات كانت معه في قرنه القرن هو الجعبة التي وضع فيها السيام وضع فيها تمرات فأخرجها فأكل منها بعض التمرات ثم قال إنها لحياة طويلة أن أحيا حتى إن حيت حتى أكل هذه التمرات فألقى بما معه من التمرات وذهب فقاتل حتى قتل هذا الشعور التصور أن الجنة أمامهم وأنسى بن النظر يقول إني لأجد لي حالجنة دون أحد هم كانوا يعيشون حياتهم صحيح في الدنيا ويتعاملون يتاجرون يبيعون يشترون ومثلنا تماما ولكن الفرق فرق ما بيننا وبينهم أن عينه على الآخرة فهذا هو إخلاء إن أخلصتهم بخالصة ذكر الدار أن يكون ذكر الآخرة هو الذي يحدد البوصلة بوصلته في الحركة ولذلك قد لا يجد عناءا كبيرا في الإخلاص وفي التوجه وهذا الذي نعاني منه نحن هذا الذي نعاني منه لغياب الرؤية والهدف ليس حاضرا تماما ممكن في أحد له من بالجنة كل يوم من بالجنة وبالآخرة لكن يتكلم عن الإيمان بالجنة كشعور كتحليق كأنك تعيش في الجنة أدنى أهل الجنة أنا قلت ومضى تيك سريعة أدنى أهل الجنة منزلة عندنا حديث ذكره المغيرة رواه المغيرة ابن الشعب والحديث في صحيح مسلم أيضا أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال ربي مد أدنى أهل الجنة منزلة ومن أعلاهم منزلة قال يا موسى أدنى أهل الجنة منزلة رجل يأتي يوم القيامة بعد أن يدخل الناس الجنة فيقال له اذهب وادخل الجنة هذا أدناهم منزلة اذهب وادخل الجنة فيقول يا رب وقد دخل الناس أو نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم أنا جاي آخر واحد إيش راح يطلع لي خلاص راح يطلع لي الذي سكن سكن والذي استمتع استمتع أنا لم يبقى لي شيء أنا جاي متأخر يعني وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقول الله عز وجل عبدي أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب ملك من ملوك الدنيا خدم وحشم وقصور وطوئ طيران خاص ويخت خاص وأشياء خاصة شيء جميل قال لك ذلك ومثله 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 خمسة أضعاف فيقول رضيت رب يقول موسى عليه السلام رب هذا أدناهم منزلة فمن أعلاهم منزلة إذا أدناهم منزلة بهذه الصورة فمن أعلاهم منزلة فيقول الله عز وجل يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عينهم ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر حول الذين أراد الله عز وجل لهم الدرجات العلا والكرامة حديث عبد الله بن مسعود يبين لنا آخر أهل الجنة دخولا الجنة والحديث أيضا في الصحيح في صحيح مسلم أن آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يمشي على الصراط يمشي تارة ويحبو تارة وتلفحه أو تسفعه النار تارة فلما يتجاوزها يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين يقول أنا اليوم فوز عظيم النار نجوت من النار هذا مكسب بحد ذاته أني نجوت من النار يقول تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين بينما هو كذلك إذ رفعت له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه فلأستضل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل له عبدي لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها ثم ترفع له شجرة أخرى فيقول أي رب أدنني من هذه لا أسألك غيرها ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأوليين فيقول ربي أدني من هذه لا أسألك غيرها ونفس الكلام ربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فعندما يقترب من هذه الشجرة يسمع أصوات أهل الجنة لأن هذه الشجرة الثالثة قريبة من الجنة فيسمع أصوات أهل الجنة وهم يتزاورون وهم يتضاحكون فيقول أي ربي أدخلنيها أي ربي أدخلنيها فيقول الله عز وجل له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله 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 خمسة قال رضيت رب قال لك ذلك وعشرة أمثاله فيقول ربي أتهزأ بي وأنت الملك فيقول الله عز وجل إني لا أهزأ بك إني لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر الله أكبر يا جماعة هذا أدنى أهل الجنة منزلة له كل هذا العطاء وله كل هذه الكرامة أما أعظم كرامة في الجنة بعد لقاء النبيين والصديقين ومن تحب أن تلقاهم من المقربين أعظم نعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى فينادي مناد والحديث في الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه فيقولون ألم يبيض وجوهنا ألم يدخلنا الجنة ألم يجرنا من النار قال فيكشف الحجاب عن وجهه فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى إخواني الكرام قبل أن أدخل وجدت هنا على المنصة على الطاولة كتاب مشارع الأشواق للنحاس في الحث والتحريض على الجهاد فتذكرت وأنا أريد أن أتحدث عن الجنة قصة ذكرها النحاس في هذا الكتاب مشارع الأشواق قصة عجيبة أنتقلوا مع حضراتكم إلى البصرة لنقصها عليكم من هناك مع عبد الواحد بن زيد وكان إماما واعظا مؤثرا خطيبا فذا مفوها كان يحرك المشاعر وقد اعتدى المشركون والأعداء على ثغر من ثغور المسلمين فقام عبد الواحد بن زيد في البصرة يحرض الناس على التوجه للثغور وحمل السلاح والجهاد في سبيل الله وكان في الناس امرأة اسمها أم إبراهيم القرشية امرأة عابدة صالحة زاهدة من أهل البصرة وأنا أريد هنا أن أشير إلى الفكرة ودندل حول هذه الفكرة أنهم كانوا يؤمنون بالجنة كأنها رأي عين لا على أنها غيب بعيد المنال شيء بعيد التصور كانوا منطلقاتهم كلها من هذا بهذا الاتجاه بهذه البوصلة بهذه الرؤية الواضحة الجنة قريبة في متناول اليد قام عبد الواحد بن زيد يحرض الناس على الجهاد وكان بليغا مؤثرا كما قلنا واستطرد في وصف الحور العين والحث على الجنة وما فيها من النعيم وقال فيما قال وهذا شيء من الأدب اللطيف يعني أن نستمتع بشيء من الشعر والأدب مما نقله قال في وصف الحور العين غادة ذات دلال ومرح يجد الناعة فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مطرح ما في ليتة كل ما تريد موجود زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات ملح وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشح ناعم يجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح هل ترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح في رياض مورق نرجسها كل ما هبت له الريح نفح وهي تدعوه بود خالص ملئ القلب به حتى طفح يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جنح لا فما يخطب مثلي من سهى إنما يخطب مثلي من ألح قامت أم إبراهيم وقالت يا عبد يا إمام قد والله أعجبني وصف هذه الجارية وإني أريد أن أخطبها لولدي إبراهيم فزدني من وصفها قال تولد نور النور من نور وجهها فخالط طيب الطيب من خالص العطر ولو وطأت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطري ولو تفلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر فقالت يا إمام إني أريد أن أخطب هذه الجارية لولدي إبراهيم وأنت تعلم أن رؤساء البصرة في أحيائها يخطبونه وإني أتأبى عليه وإني أريد أن أمهر هذه الجارية عشرة آلاف دينار تتجهز بها وتجهز بها الغزاة في سبيل الله لعل الله أن يقبل شفاعته فيها وفي أبيه في الآخرة قال إذن تفوزين أنت وأبوك وإبراهيم فذهبت إلى البيت وأتت بعشرة آلاف دينار ووضعتها بين يديه وقالت هذا مهر العروس تجهز به وجهز به الغزاة في سبيل الله وذهبت إلى السوق فابتعت لولدها فرسا وسيفا ثم عدت له كفنا وحنوطا فلما كان يوم المواجهة خرجت مع المودعين وأعطته الكفن والحنوط وقالت يا بني إذا لقيت العدو فالبس هذا الكفن والحنوط وقبلت بين عينيه وقالت لا أراني الله هذا الوجه إلا في عرصات يوم القيامة فانطلق الجيش والقراء حول إبراهيم يقرؤون وكان وسيما وكان شجاعا وكان حافظا ومحبذا عند الناس فكانوا يقرؤون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إلى آخر الآية فلما دنوا من العدو تقدم إبراهيم وانغمس في العدو وقاتل قتالا شديدا حتى أنه قتل من المشركين في آمن ثم قتلوه فسقط شهيدا فوصل الخبر إلى عبد الواحد بن زيد وانتصروا في تلك المعركة فرجعوا قال أيها الناس إذا وصلنا البصرة فلا تخبروا أم إبراهيم بما وقع لولدها فخشية أن تجزع فيذهب أجرها فدعوني أنا الذي أكلمها فلما وصل جيش المسلمين إلى تخوم البصرة وإذا بأم إبراهيم في المستقبلين فلما رأت عبد الواحد بن زيد قالت له ها يا إمام هل قبلت مني هديتي فأهنأ أم ردت علي فأعزى قال بل قبلت يا أم إبراهيم فخرت ساجدة لله عز وجل ثم انصرفت إلى بيتها وفي اليوم الثاني الإمام عبد الواحد بن زيد جالس في المسجد فتدخل أم إبراهيم مستبشرة ضاحكة قالت السلام عليك يا إمام فقال وعليكم السلام قالت بشراك إني رأيت ولدي إبراهيم البارحة وكأنه في الجنة على سرير من ذهب وعليه حلة خضراء وإلى جانبه حوراء عيناء لم أرى مثلها قط فقال إلي يا أماه لقد قبل المهر وزفت العروس يا أماه لقد قبل المهر وزفت العروس هذه الرواية يعني ذكرتها الآن كما قلت من كتاب مشارع الأشواق الموجود الآن على الطاولة الفائدة يا إخوة من سردها هو من باب التذكير ابتداء ومن باب أيضا الإعلام بحال هؤلاء الصالحين المؤمنين المجاهدين الدعاة كيف كان حضور الآخرة في قلوبهم وكيف كان حضور الجنة في نفوسهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا ليلة القدر أن يجعلنا من أهل الجنة أن يكرمنا بكرامته سبحانه وتعالى اللهم عزنا بدينك وعز بنا دينك اللهم انصرنا بدينك وانصر بنا دينك اللهم ارفعنا بدينك وارفع بنا دينك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة الأفاضل لا يسعونا في ختام هذه الأمس المباركة من الدروس الرمضانية التي يقيمها قسم الدعوة والإرشاد إلا أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير للشيخ الدكتور جمال الباشا في هذه السياحة في نعيم الجنة أسأل الله العظيم أن نكون من أهلها إن شاء الله وأشكر لكم كذلك أيها الأحباب الحضور والاستماع وحياكم الله وسدد على خير خطاكم وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته